موسيقى 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 حبيبنا طالبة وطالبات السنوية العامة صباح الفل عليكم ومعاكم دكتور صبحي السعيد وان شاء الله النهاردة الحلقة التانية مهمة جدا من حلقات ليلة الامتحان طبعا اسئلة خطيرة جدا ركز معايا وان شاء الله الفل مارك في ايدك بازن الرحمن هنسمي الله ونبتدي كويتشن نمبر وان عشان ما نضيع شواء الله تقول مديني هبر بوش موسيقى النيتروجين بلص ري اتش تو ريفيرسابور راكشن زي ما انت شايف في السلايب قدامك طب هو طالب من ايه بعد ما اداني الرياكشن ده بيقول لي what is the effect of increasing pressure on the rate of ammonia formation لأ تاني بقى انا بسألك على مين على دكتور صبحي فانا بجأسألك اي سؤال ما تتكلمش جدا على دكتور صبحي انا بسأل دلوقت الامونيا يبقى عيني على الامونيا ما ديش دعا بالهايدروجين هو بيقول لك ايه اللي يحصل لما نزود pressure طب سمي الله كده امسك البلونة معي اضغط على البلونة ضغط 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 الفوليوم بيقل as we increasing pressure the reaction shift is عايز الكلمتي انا بحبها shift towards the smallest volume يعني smallest number of mole يعني as we increase pressure reaction shift towards the smallest number of mole و smallest volume طب ما الامونيا كام مول طب والرياكتن زي ما انت شايفها كام وان مول من النيتروجين مع سري مول من الهايدروجين اصدق تقولي بالبلدي ان الرياكتن ده واحد نيتروجين وثلاثة هيدروجين يعني كله كام 4 مول طب والبرودكت 2 مول من الامونيا فكل ما هنزود pressure الفوليوم يقل يعني اللي 2 ولا الاربعة لا اللي 2 يبقى هزوي increase pressure الامونيا increase ناقص ليه ما جبت السيرة لوشة تلي فلازم اقوله according to لوشة تلي وين we increase pressure reaction shift towards the smallest volume since ان الفوليوم والنمبر اف مول في الامونيا is smaller than النمبر اف مول in the reactant so the ammonia increase اوكي دكتور ونصك الاجابة زي ما انا كتبها لك كده لو تكرمت نفس السؤال بس بلعبك بطريقة تانية برضو هبر بوش وبقولك what is the effect of increasing temperature اسأل يلا نسمع السؤال ده على الغيب الéquيشن N2 plus 3 H2 دفني 2 H3 plus الهيت هو ده اللي انا عايزه منك اسأل الهيت برة ولا جوا برة يبقى الرياكشن اكسو ولا اندو طب ما الهيت برة دكتورتي ايوة يبقى الهيت برة يبقى اكسو فهو بيقولك ايه اللي حصل لما تزود الهيت لما تزود التمبراتشور ما زودت التمبراتشور زودت الهيت طب ما الهيت برة يعني كإني بقولك زودت الهيت يبقى الرياكشن شيفت is back الرياكترون عبيله و اديله يعني دي عمال تملا دي وان وبعدين دي تو من اول اللي سكان تماما ده نعرفتها كده دي عمال يتعبى بالالكترون تماما دي اسمها main transition elements اللي هيكتب الفرس transition series 0 هو عايز main transition elements كلها عشان ندي كله اسحى اللي ورا process of increasing the percentage of iron in the ore by separating the impurities mixed with iron اسحى شوها عشان انا معزرة في سمعت الناس بتجاوب السؤال ده بطريقة مش كويسة مش عجباني فالاجابة ملهاش وسط ده scientific فدي لازم تقوله concentration process اي حاجة تانية ما تنفعش هو scientific بيقولك removing impurities increasing the percentage of the iron in the ore فانا سمعت اجابات ما عجبتنيش هي الاجابة concentration process for the iron ore اوكي دكتور اجابة لازم تبقى شارب شوية choose اكسبلين it is preferable to use the iron in the form of alloy not in pure state يعني الايرن الحديد لوحده مايشتغلش لازم ايه في شكله compound او alloy وهو بيور ماينفعش في ناس تقولك ايه soft ماشي بس انا لازم اقوله physical propulse كلها بتاعت الاير عيوبه ان هو الواحده ماينفعش ليه لان هو soft وبعدين طري يعني الالكترونيك configuration of chromium is anomaly from the expected electronic configuration يعني بيقولي الكروم مجنون في توزعته فكرني هما مين مجنين وبيخنقوني كروميوم وكبر كروميوم كام 24 مين اللي فاكر دكتورتي اللي ورا ارجل 2 4 S اوعد قولت 4 S 1 3 D 5 هو ده التوزيع بتاعته طب هقوله ليه في عنده anomaly ويقوله بيكوز هوزعه بقى الاول وصبح عليه for S 1 3 D 5 واقوله when the outer energy sub level is completely field or half field like الكروميوم so configuration of chromium 3 D 5 to make it more or some stability give it some stability okey دكتور الريوش اللي هورا يلا يا باشا اكسبلين reaction of hydrochloric acid with magnesium is a complete والرياكشن بتاع ascetic acid والإسانول reversible ده كين اضحكت عليك بقولك compare between complete reaction and reversible فهتقول لي يعني ليه complete بقول تعريف complete وتعريف الـ reversible magnesium مع الHCL complete number one reaction takes listen one direction number two reduce gas مع الMG مع الHCL اللي بيطلع MGCL plus H2 يعني produce gas طب لو انا مش فاكر بقى جاز ولا بريسبتات قصيعة one off the product escape from the reaction اخر حاجة الproduct don't react to form reactant صدقني ده كومبير مهمة بين complete و reversible طب والرياكشن اللي جاي التاني اللي هو organic acid مع الالكو اللي هي reversible هقول بقى تعريف الريفيرسابول اللي هي الخانة التانية organic acid بلاصي الالكو الريفيرسابول because reaction takes place into direction ولي معايا الproduct react to form reactant number 3 doesn't reduce gas or ppt ماشي صح صح وره عمي choose in which of the following balanced reaction the equilibrium position is not affected by changing pressure قول لي انا البرشور مش هيقص اولا البرشور لازم يكون الرياكشن كله غاز فانا شاف ان number of mall في اخر واحدة اللي هي 2 no والناحية التانية n2 o2 how many mall في الرياكشن 2 وhow many malls في البروداكت 1 النايتورجن 1 الاوكشن برضو 2 يبقى البرشور not affected because the number of malls of the reactant equal the number of malls of the mean product عمي دلعني بيقول لي complete هو عايز مدينا كالسام مدينا كبر وبيقول لي عايز الجروب الاجنت هنا وهنا وعايز الفورمولة بتاع البرسبتات الكلسام الجروب الرياجنت امونيام كربونات وبرسبتات في شكل كالسام كربونات cac او 3 الكبر الرياجنت اللي السماعة اللي بتكشف على الكبر H2S هايدروجين سالفايد جاز ان اسيدك ميديم يعني بلاس دليوت HCL فالHCL مع الH2S هنحطوه مع على الكبر فيدينا كوز اسود CUS كبر سالفايد يبقى برسبتات في شكل سالفايد وهو عايز الفورمولة بتاع البرسبتات يبقى دينا CUS كبر سالفايد كوز اسود صباح الفول دا كتر دلعني في شكل يستخدم لكبر كبر في شبتر فور وحنا بنطلع حتة كبر كده اول سؤال write الéquوشن زاد express زاد reaction زاد ex place add anode و add cathode طب anode يبقى انا anode بتيجا عنده الاناين طب و cathode كتين ازاي من تضارب كهربا في السليوشن بتاع الكبر فالسليوشن الكبر فيه في السليوشن اللي هو الالكترولات فيه كبر بوستف اين فالانود برضو كبر فعند الانود هيحصل اكسيديشن اللوح نفسه اللي هو الكبر هيفكرني بالراجل بتاع الطعمية فالسيو يغد doom بوستف و يعني يبقى الانود فكرني اول حرف ايه الانود او والاتنين يبقى الانود يعني يعني الانود يغد الانود يعني اللوح وزنه في نفس اللحظة الكث الك comfort بصف تو من السيليوشن. جو عند دايريكتو تو كاسود. جين الكترون. يعني ميكينج ريداكشن. يبقى سيو بصف تو. هياخد تو الكترون من الكاسود ويعمل ريداكشن. يعني الكبر بصف تو باليسبتيت عند الكاسود. يعني هنحصل على البيور. هدا مت. الله على اللي جاية دي. جميلة هي فيزيكس مع كيمستري ازاي. بص بقى فيها خدعة. طب يقرأ المسألة معايا لو انت جدع طلع التكة اللي فيها. هو بيقول لي كالكوليت الكارنت انتنسي. يعني عايز الاي. طب ما كده سهلة. فور دي. ايه دي التكة. مش رديد دهلك بالكولوم. هنكتب القانون بتاع الفيزيكس كت. كيو اقوال اي في التي. طلع الاي بقى كيو على التي. الكيو فيها مشكلة. بوينت سيرتي سبن. لازم نعم يحاولها للكولوم. بيبقى باي نينتي سيكس فايف هندرد زيرو. يبقى كيو كده قلبت الكولوم. اوبر الطايم. الطايم في مشكلة. بيدهلك ايه? فورتي مينتس. فده اللعنة المينتس باي سيكس عشان تقلب ساكن. الرقم اللي طالع ده الكارنت انتنسي. مش عايزك تكتب اليونت. وانت عارف ليه. عشان تنقص. يعني لازم تكتب امبير. خليك جدع بقى جدع. الرقم اللي ورا. بتنساش الليونت. شوز. رائد زي كيميكال نيم. هو عايز الاسم. اسد يوز تو دي تكت. الانين اف سالفايد. سالفايد ساي سالفايد. طب مين الاسد ده نسا ايلو. هتشي سيل. هو ده الرياجنت. ده كشاف. ده السماعة. نمبر تو. سابستانس ويتش يوز تو دي تسكرايب او دي تيكت. الاند بوينت اوف زي الاكشن. هو مين اللي بيعرف الاند بوينت. انديكيتور. لايك. لاتمس. لأ. بصائل اورنج. في نقول له في سالين. اي حاجة كله ده ينفع. زي فولوانج الاكشن. الاكشن ده خطير. كيسي. صح صح. التمبريتشر لما زادت. انت شايفي الاكوشن قدامك. التمبريتشر كام? 227. قلبت بقت 727. يعني لما ابتدي بالتمبريتشر. التمبريتشر زادت. الفاليو بتاع كيسي حصل له ايه? شايفو كده قل. من باور تن بقى باور 4. يبقى لما التمبريتشر عزي. زاهavoir كيسي. طب ولكيسي ده عبارة عن ايه على ايه؟ product علي الرياكتان. طب ما بانبليت كده. هوين التمبريتشر Plus. جد لما الحرارة زادت. اه. لما التمبريتشر الكريس. الفاليو بتاع الكيسي دي كريس. طب ما كيسي ايه على ايه؟ product علي الرياكتان. بょد برودك دي كريس. زان الرياكتان. طب ما البرودك اللي هو اللي بره قلت ده كل ما بتزود حرارة اللي بره بيقل يبقى الحرارة دي كانت مكتوبة بره يعني كان الاكشن اكسو سيراميك الاكشن ودهنا في الحلقة اللي فاتت سؤال سهل قوي انا مش هجاوبه حد فكره سي ان اتش تو ان زي بعض طب ساتي ريتد ولا ان اه ان ساتي ريتد اكسو سيراميك الاكشن بالبلدي اللي بيحب خطبته وهيجب لها هدية في عيد ميلادها هيجب لها مائة نار مركزة ولا مخففة عشان ترميها على وشها كله قال مركزة بالبلدي مائة النار لما تبقى مركزة والشاب الصالح النبي هيتزبط بسرعة اللي انا عايز اقوله كل ما الكنسنتريشن يزيد الرياكشن جو فاست طب اقولها ازاي بقى واناخد الفول مرك هو بيقول ان الرياكشن بيزيد كل ما الكنسنتريشن يزيد صح طب اما كيش الكلام فهو نصك الاجابة وان تو سري هقوله ايز الكنسنتريشن انكريز والريت اوف كيميكا رياكشن انكريز سوزي رياكشن جو فاست ناقصة اكورنينج تو زا لو اوف ماس اكشن وابتدع اقوله الديفنيشن بتاعه اد كونسنتم بريتشار زا ريت اوف كيميكا رياكشن اس ديريكتي بربوشن تو زا برودكت اوف مالتيب لاينج رياكت اندو كونسنتريشن ايتش اوف زيم ريستو زا باور ننبر اوف موليكيلز اور ايونز انزا بلانس الكيميكا الاكوشن لو تكرمت اللو اوف ماس اكشن في جيه بقى الجاي في الامتحان انا ماليش دعوة انا قلت تشوز الله السؤال العالي قوي اون ميكسنج اكوال فوليوم الله يبقى جاب فوليوم وفوليوم اللي اتنين قضى بعض ولا لأ اه سيم فوليوم اوف هيدروكلوريك اسيد اند سوديام هيدروكسايد طب ما ده اسيد وده الكالاية جاب الاتنين قضى بعض الفي ايه قضى الفي بي صح صح زا كونسنتريشن اوف ايتش ايكوال بوينت وان وبرضو نفس الكونسنتريشن للاسيد والالكالاية طب كده سيم في الفوليوم وسيم في الايه في الكونسنتريشن طب السليوشن اسيد ولا الكالاية مش عارف اجاوب عشان تجاوب لازم تعمل اكوشن التعمل لها بالانس ده المفتاح فالاليه سيل مكتوبة قدامك بلس ال اين نيواتش اداتني ان ايه سيل بلس الووتر كده حظك حلو ال اكوشن بالانس النمبر في المول قدام الاسد اللي هو الاتسي ال اين وقدام الالكالاية ال اين نيواتش برضو وان طب ما ده وان وان يعني سيم في الفوليوم وسيم في الكونسنتريشن وسيم في النمبر اوف مول يبقى السليوشن نيوترال هتفرق لو البالانس تغير بس حماية يعني لو غير الكلام وحط H2S4 H2S4 فكت هتيجي تعمل البالانس مع ال-N-H فهتحط قدام ال-N-H2 كده ال-Acid 1 وال-N-H بحطينا منها 2 يبقى مين اللي جامد ال-Acid فلو خدنا نفس ال-Volume ونفس ال-Concentration يبقى كده معناها ال-Solution هيبقى Acidic أكتر ليه؟ ما انتواخد اثنين ال-Alkali المفروض خدنا كبايتين قصد كباية هو اخد نفس ال-Volume نفس ال-Concentration المفروض لما ناخد كباية من ال-Acid ناخد اثنين منين من ال-Alkali هو اخد نفس ال-Volume يبقى ال-Acid استخدم لكباية وتفضلت واحدة عشان كده بقى Acidic هضمت يعلى شواء السؤال ده جامد 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 نصحة شوية مع بعض How can you distinguish between الميسانجاز وال-Acid انا مالي وما للميسان عينك على ال-Acid ده اللي انت اشتغلت بيه معاه السنة دي ال-Acid سماعة بتاعته بي أر 2 أهلاوي فال-Acid بلاس ال-B-R-2 يدينا وان تو داي برو مو إي ثاني يعني بتكسر الضابل اللي في ال-Acid طيب ماشي؟ طب ايه اللي انت عايز تقوله؟ السؤال بتاعة بعد فرانشيت ممكن يقولك ازاي تفرق بين الحيطة وال-Acid انا مالي وما للحيطة هندلقوا عليهم الـ 2-B-R-2 أهلاوي فالحيطة نوري اكشن نص الدرجة اللي خلاخت بتاعها وال-Acid ال-Acid ال-Acid وما تكتبش ال-Acid عشان تنقص يعني ال-C2-H4 اللي هي ال-C double bond لازم تكتب مع ال-B-R-2 وعا السهم ما تنساش CCL-4 تدغدغ ال-B-I ويدينا وان وطو داي برو مو إي ثاني colorless خدمت حبيبي الرائق اللي ورا دلعني بص يا كبير بيقولني يوزة تيبل ماشي ماشي تتحرك بين LID Acid Lysium Ion هو مدين الجدول ويقول لي كمله عايز Total reaction في 2 batteries وعايز ال-EM في بتاع كل باتري فانا عارف ال-Car battery نحفظها كده بسرعة كده بطريقة سهلة بيب مع بيب و 2 4 H positive plus 2 S و 4 negative 2 يدين 2 بيب سو 4 و 2 سهم رايح جاي Lysit Charge و Red Charge لو صحيح طلب منك في ال-Lysit Charge هتكتب سهم بس وتكتب نفس الكلام اللي انا قلته طب وفي ال-Red Charge نعكس نرجع بقى للبطارات التانية الليسيوم آيون الليسيوم آيون الليسيوم آيون باتري L-I-C6 Plus Cobalt Dioxide Reversible Reaction هتدينا C6 Plus Lithium Cobalt Dioxide اذا اللي انا عايز اوصله المعلومة من هنا ايه بقى لولادي بقول لكم خلي بالكم من التوتر Reaction اقل حاجة النسبة للطالب الغالبين هانا معانا 4 cells 4 batteries التوتر Reaction يتفرم وتحفظه بايدك اوعى يغلط التو مش عارف ايه لا كل الكلام ده بتتحسب عليها البالنس هتتحسب عليها بيقول لي ايه شو باي كيميكال ايكويشن نمبر ون اللي هالفرس Roasting of iron ore وساب لك مفتوحة هو الايرن ore السيديرايت والليمونايت كل جولة ممكن نعمل لهم Heating فلو السيديرايت فيه كسرين سخنها هتدينا F-E-O مع CO2 ولو الليمونايت برضو نعمل له Roasting هتدينا هيماتات وكم مية دوت 3 مية اللي انا عايز اتعلمه ان الروستنج فيه Equation كتير قوي فيها فلازم الاكويشن بتاعت الروستنج ما تذكرهاش فاهم قصدي طبعا From هاي اسمك الروستنج بش هتكلم مهمة تمسك الاكويشن بتاعت الروستنج From هم بالبالنس طب بص معاها دكتور معلش انا جديد معاكو شوية لان انت ولادي وبخاف عليكو طبعا لان ما واحد بحب واحد بقرس عليه فانا بقرس عليكو لان انتو بحبوكو وعايزكو تجيبوه ان شاء الله الفو الماركو الثامنوني والاسئلة اللي انا بقولها دي بفضل الله ان شاء الله دعوا لي بس Reduction of hematite in madrix furnace خدنا من شوان البلاست هناخد ده madrix طب نلعب مع بعض اتنين هماطايت وثلاثة ثلاثة 3 CO وثلاثة اتشتو يداني اربعة ثلاثة ثلاثة يعني اتنين ثلاثة ثلاثة اربعة ثلاثة ثلاثة كده بالبالنس خلص اتنين هماطايت وكربون مونوكسايد والهايدروجين ثلاثة ثلاثة تلع 4 FE واربعة 4 FE وCO 2 ثلاثة وثلاثة ماية ما تنساش الهيد كده ده ال Reduction في المادر وكده كترة choose A or B يعني برضه من حق اختار A أو B لو انا في الامتحان minimum اول ما تشوف كلمة minimum اكتفيجن انيرجي طب الناس اللي فايقة النهاردة انا علمتك اول ما تشوف اكتفيجن انيرجي برافو دكتورتي ورا Law of mass action اول ما تشوف كلمة minimum اكتفيجن انيرجي minimum amount of energy Gained by the molecule to start at collision بين البلدي معانا حلة عايزين نسلق اللحمة وفيها شواط الماء فمش معقولة هنسلق على الشمس فالحرارة اللي هي حرارة البوتاجاز دي اسمها اكتفيجن انيرجي اللي جاي the substance that cause the change in the rate of chemical reaction without either being changed يعني مادة بتغير سرعة ال reaction بس تركبت هاية ماش هتتغير تما ده المكجار بيسرع الشغل بديك كاتاليست next بلعني كده choose chemical equation catalytic hydration يعني addition of water اللي مين ومين اسين واساين الاسين double bond حطي له ماء ما تنساش ال condition كونج سالفوريك والحرارة 110 فال110 مع السالفوريك واللازم يبقى كونج ده اخدغ الدبل اه وحط H و H فاللي طالع اسمه إيثا نول لا إيثا الالكوحول هذا ميت يبقى الاسين produces إيثا نول طب والإيثاين ده اخدغ اول بوي مش الإيثاين ده اخدغت واحدة حط H و H فاللي طالع عن اسمه بناء الالكوحول يحصل له ويدينينا CH3 CHO أسيتا الضهايل لا إيثا إيثانال اسأل بقى سؤال جريء What is the relation between الإيثانال والفينال الالكوحول Isomers same molecular different structure برافو يا كينج العب معايا choose Dichloro Difluoro هو فيه ايه وبيبقى لسه فيه بيه في البيج اللي وراها هو عايز بيقولي ليه Dichloro Difluoro مثان is used as a cleaner for electric devices يعني جهزة كهربائية موبايل حاجات مندي بنشتغل فيه بخاخة كده بيبقى فيها المادة دي Dichloro Difluoro ما ده؟ الفيريون طب ليه بتشتغل بيه الفيريون ده؟ عشان بينظف ماشي بس مش ده الموضوع ليه بننظف ايه؟ انا كاتب لك الانصر بكوز it is cheap سهل is liquefied non-poisonous مش سام هزم الاسانول والضاي نفس الموليكلر C2 H6O لكن هما different على الرغم ان هما نفس الموليكلر طب هو عايز مني ايه؟ لازم اقوله مؤرخ ايزم مؤرخ ايزم واعرف الايزم بعض الاسم الموليكي الموليكي موليكي مختلفة 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 ادي ايزم الاسانول رابطه ممتاز لكن الاساسل لا ترابط مختلفة 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 دي ايزم انا مهتم او بالC2H6O طب الـC2H6O هايز اي ايزومرس تو اي و اي اسانول و ضاي مصايل ايسر يلا يا كينج تيوز ايرن ديزولفز ان داليوتيد اسد يعني في بلاس ال اتش سي ال و ع الساهم داليوت وهي تيدي لك ايه فيصل تو في سي ال تو بلاس ال اتش تو يعني الايرن تو اللي طولة طب ايرن تو اكسايد ولا صولت وقعت ايرن تو صولت بلاس الهايدروجين طب اسأل حتى الناس ال داكاترا الايرن اللي تطول عن ليه تو مش سري بكوز سمعك هايدروجين و تشايز ايه ريديوسينج ايجنت يلا ندلع الكيميستري دلعني بص يا راي شو باي كيميكال اكويشن سرم الكتالاتي الكراكنج فور اوكتان او اوف اوكتان والاكتان سي اتش كام اتين وعا السهم ثلاث كلمات يتكتبوا ايه هما الثلاثة هايتم بريشار و بريشار و كاتاليست السي اتش يدغدغ ليه و ايه سي فور وعمل بي طو يبقتش ات وسي فور وعمل بلاس تو يبقى سي فور بايتو يطلع ات بلاستو يبقى تل اصدى قولك الاكتان يدغدغ ليه و الايه بيوتان و بيوتان ايه 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 نعم يبقى ايه ان يتدخدغ لايه والايه ان وين يبقى الاكتاني تكسر لايه والايه الاكتاني تكسر لايه بيوتان وبيوتين صباح الفلة عليكم يلا يا باشا اكسب لين سيلفر نيتريت از يوس تو ديفرانشيت بتوين السوديم صالفايت ان سوديم صالفايد يعني ليه الاجينوسري بتنفع تفرق بين الاتنين حاضر هقوله يا عم قص الاجينوسري اللي هي الاجينوسري مع السالفايت ويتشقلب لبلاك باي هيتينج ومع السالفايت بتدي يدينا اكزيس تاني بالراحة معنا كم قنبوبة واحدة فيهم سالفايت واحدة فيهم سالفايت نعرفهم ازاي ندلق عليهم الاتنين ايه جي انو اسري اللي هتطلع ويت سالفايت بالتي اللي هتطلع بلاك بلاك يبقى صالفايت وعشان اتأكد تمسك الواحد دي نبقى صالفايت يبقى ده صالفايت ن트 favorite ن اتو اس و اسري بنكتب العيكوشن طبعا ن اتو اسو اسري صالفايت بلس الاجينوسري يدينا اي جي تو اسو اسري بلس النانوسري såديم نايتري طبعا البالانس زا ما اتفقنا. الناحية التانية بتاعت السودام سالفايد. اني اي تو اس سودام سالفايد بلس пол اي جي انو اسري. هيدينا نانو سودام نايتريت بلس اي جي تو اس بلاك بي بي تي. اللي هي سيلفر سالفايد. البالة دي السلفر نايتريت على ست حاجات. واخدنا مفي حلقات قبل كده. فلمرات دي لما يدينا بلاك يبقى سالفايد. وقت ويتشنجيس انتو بلاك يبقى سالفايد. السواصرين جدا. جايب لي جيلفانيكسيل. وفي ناحية فيها ماغنيزيام. وناحية فيها لد. واعمل لي كارنت. يعني اعمل لي الرسمة كده. اللي انا كنت من شوية خطأت فيها دي. فعمل لي السهم كده. واللوح ده كده. وجاي كده. اللي انا فهمت طالما عمل لي السهم كده. ده السورس بتاع الالكترون. انت لما تقوص فلوس بتروح البنك. يبقى الالكترون جاي من هنا. يبقى كده ده على طول هو ده الانود. طب ما هو رسم لك كده ده الماغنيزيام. اوكي. يبقى الماغنيزيام بتاعك هو اللي ايه? هو الانود. اوكي? يعني الرسمة كده زي ما انت شايف. يبقى الانود قدامك هو اللي مين? هو اللي هنا. هو ده الماغنيزيام. والناحية التانية الليد. اللي هو الكاسود. ايه السؤال? مش الانود ده? اللي هو فاللوح ده بتاع المغنيزيام ده بيحصل عنده اوكسيديشن بيفقن بالراجل بتاع الطعمية يعني يعني دي هتقعد تتقطع او فاللوح ده هيتقطع كده في الراجل بتاع الطعمية فوزنه يزيد ولا يقل يقل يبقى الماس مغنيزيام اللي هو الانود ديكريز وفي نفس اللحظة هنا الليد كل شوية مين اللي هيجع عليه ويترصب عليه فيبقى هنا الماس ديكريز وهنا الماس انكريز عشان هنا بيحصل هنا يحصل اوكسيديشن عند الانود وهنا يحصل ريدوكشن يعني هنا من السيليوشن الليد اللي في السيليوشن اللي هي بوستفتو هتيجي تترصب عليه تعمل ريدوكشن يبقى الماس هنا يزيد الماس هنا ديكريز يبقى الانود ديكريز والكاسود انكريز يعني تشوز هتبقى نمبر بي سؤال عالي قوي صباح الفل حباية اسحل اسئلة التكات اللي زي دي بيقول ليه كالكوليت اليم ماف نوانج ذات الريدوكشن بوتينشن بيديك اتنين الريدوكشن الكبير مع ناس الصغير بس اكتب الرو اللو ايه ماف اكوال الريدوكشن ديفرونس الرقم الكبير مع ناس صغير وبهدوك ما اتنقص نفسك اكتب اليونت بتاعتك فولت شكرا طالما طالع ابوستف خلاص هي بس بنتينيس اللي جاي اده كاترة مديني وكاتب الي سيلفر واعمل الي السيلفر وكونفوكريشن متاع السيلفر كريبتون سيرتي سيكس فايف اس وان والفور دي تن فبيقول لي سيلفر ايه السيلفر اس كونسيدر دي اس ترانزيشن يا عم ده تديه فيها تن هو عايز يقعك ده شبه الكبر والسيلفر والجولد كلهم نفس الجلوب فهو عايز يفهم منك انت فاهم كيميا ولا لأ فقول له اه سيلفر كده وهو اتوميك ستيت يعني دي تن يبقى نوت ترانزيشن بط اين اتس اوكسيديشن ستيت بوستف تو ار بوستف سري يعني هون اتلوسس كام ار لو سري ادي بقى ايه ت سوئت هاز ام بيرد يعني بقى ايه ترانزيشن هقولها تاني براها بالطريقة اللي انا مدهالك دي اديتني يبقى نوت والسوا بيقولك بقى ليه ترانزيشن قوله بيكوز السيلفر ان اتس اوكسيديشن بوستف تو على الآن اتلوسس تو وان من الاس وصفور اس بقى زيرو والسردي بقى ايه ترانزيشن 9 يعني has one unbeard خلاص يبقى transition وبارة وcolored هضمت سؤال عالي السؤال اللي جاي سهل جدا مدينا اخسل silver coloride وعايز KSB solubility product هنمسك اللي بره ونضربهم في بعض الage والcolorine ده وده وكل واحد نعوض القيمة بتاعته scientific expression السؤال اللي جاي ده ما بين السطور جايبوا من كتاب المدرسة بعض المدرسين ما بيهتموش بيه انا جايبوا منين اسحى الكلام the mass of the substance that has ability to lose origin one mole of electron لأ براحة mass of substance تم كده الاتوميك mass that has ability to lose origin one mole electron or mole تم كده فيلانسي تم الاتوميك ماس على الفيلانسي ده الباكتش ده على بعض اسمه ايوه يا دكتورتي or gain one electron more ما هلوس وجين ده اللي هو الفيلانس يبقى ده وكده كترة number b process of forming thin layer of a certain metal on the surface of another metal to protect it from corrosion or to give it shiny appearance صانية ستانستين حديدة معفنة ملاش عازة عايز تغطيها دهب تخليها فضة يبقى انت عملت لها اشرت دهب عملت لها الالكتروبليتينج ده الدفنيشن بتاع الالكتروبليتينج will function protect the metal from rusting or corrosion make it shiny next يلا يا باشا يقول لي اكسبليين الماجنيتك مومنت increases surosa transition series till reaching manganese lower 25 and decrease after world بصراحة السؤال عالي ورخم ومش زيها مش عارف اجابه اولا تعلم فصل السؤال يعني ايه كلمة ماجنيتك مومنت والله الماجنيتك مومنت معناها number of unbeared electrons in the 3D sub-level طب نركز الاسكانديام الاتوميك number كام فكرني 21 اراجون 22 4S2 والسري دي كام 1 طب مش كده عند 1 في الدي يبقى الماجنيتك مومنت عدد يبقى كده السري دي عند 1 يبقى الماجنيتك مومنت بتاع الاسكانديام 1 والتيتانيام لا 2 والفانديام سري الكروميوم عنده abnormality يبقى بقت 5 مش 4 اللي انا هفقمه بقى كده اقول له هو بيقولي الماجنيتك مومنت بتزيد في الفرست الترانزيشن تم اتعرف الماجنيتك مومنت هقول له بكوز النمبر of unbared electrons in the 3D خليك حاضر in the 3D sub-level increases from lift يعني بتوين بركة من الليسكانديام توزا رايت اللي هو الزينك وانا عاملك كده حتة بسيطة من عندي الليسكانديام 3D فيها 1 يبقى 1 ده الماجنيتك مومنت التيتانيام 2 وهكذا دي كده بتدعم ايجابتك بس الفكرة اللي انت هو عايز يفهم منك انت فاهم يعني ايه كلمة ماجنيتك مومنت فبقول له number of unbared electrons في 3D increases من السكانديام لغاية مين المانجنيز اللي هو اعلى رقم 5 وبعد كده تبتدي تقل في ال iron 26 فعنده في 3D 6 يبقى عنده 4 unbared 27 بقى عنده 3 28 بقى في انتو حاجة هضم يلا ده كترة الله وين سوديم سالفيت سيليوشن ادتوه باريام كولورايد سيليوشن باسي اللي تو 4 جرام اوف باريام سالفيت طب ما دي بروبلم على نفس المنهج اللي هو عندي في المنهج الباريام كولورايد بتعمل ديفرانشيب بتون السالفيت والفسفيت وهو جاب هالف شكل بروبلم وده كان جزء في الجرافيمتريك على البريسبتيشن فهو الداني الماس بتاع البريسبتيشن اللي هو الباريام سالفيت باسي فور 4 جرام اوكي طب وبعدين الإكويشن مكتوبة باريام كولورايد مع السوديم سالفيت ادتني سوديم كولورايد مع باريام سالفيت هو عاوز ايه ماسي باريام كولورايد دي مسألة اكس هتتعامل الريليشن بين البي اي اسي افور مع بي اي سي اللي تو اسيبك من بعد ما تعمل لها بلانس وظبطت البالانس تحت البي اي اسي افور هنكتب الاربعه جرام ده اللي هو البريسبتيت يبقى تاني تحت البي اي اسي افور كام جرام فور وماس على مولر ماس طب المولر ماس بتاعت البي اي اس افور الباريام بلاس الاس بلاس الفور اكسجين كلها بتو هندرت سيرتي سرية يبقى الجنب ده خلص. اللي هو الماس على مولر ماس للبريم صالفيت. طب وانت عايز ايه? انا عايز ماس للبريم كولورايد. فالبريم كولورايد الماس بتاعتها اللي انا مش عارفه. المولر ماس بتاع البريم كولورايد اللي هي 208. كروس ملتبليكيشن هنجيب البي اي سي اللي تو. تاني المسألة على البرسبتيشن. يديتك الماس بتاع البرسبتيت. يبقى 4 جرام المولر ماس اللي هي 233. وانها التانية البي اي سي اللي لي unintended المولر ماس بتاعها وكروس وطلع الماس بريم كولورايد. طب ينفع يا لو طلب مني سؤال تاني ف نفس السؤال. هاتلك الماس بتاعت السوديام صالفيت؟ ما هي هي. هيبقى الماس تحت السوديام صالفيت. ماس على المولر ماس بتاعها. طب بالنسبة للسوديام كولورايد ينفع او آه ماس على مولر ماس في غلطة. طوب في المولر ماس بتاع الان اس اي اللي خدمت الجريء اللي ورا choose يعني الحديث بتاع المركبة او العربية انا خاف عليه من الراستنج فلازم اغطيه من شوية الايرن هغطيه بمور اكتف ولا لس اكتف اللي هنختار يعني واحد بيضحب نفسه يبقى مور اكتف فاختار حد قبل الايرن في الكميكا الاكتف يبقى اختار تمين ما هنزيم انما التانين كلهم لس اكتف فهمت اللعبة يبقى ويكوفر الميتال ويزمور اكتف تو بي انود يعني كوروديت فرست ويبقى الايرن كاسود يبقى نود كوروديت خدمت حبيبي يلا يا راي الله عليك بيوزنج زا تيبل هاو كان يو ديستانجوش براكتكالي من السوديام صالفيت والسوديام فوسفيت وزاوة كيميكا الاكوش انا ممكن احط بريم كلورايد بس انا غيرت عشان اغيرلك الفكر مع السوديام ابيض ومع الفوسفيت ابيض ومين اللي بيدوب قلنا الفوسفيت طب ممكن حاجة تانية اه بحط الليد اسيتيت زا ما انا كاتبها لك الليد اسيتيت دي في المنهج مرتين مرة مع السوديام بيبس اسويد وهنا الليد اسيتيت سي اتش سري سي او او قول تو في براكت بنحطها مع السوديام بيبسو فور ابيض لأ براحة تانية هنجيب الليد اسيتيت سيليوشن ماشي الليد اسيتيت سيليوشن لما نحطها على الليد اسيتيت دي على تيوب وفيها صولت ويدينا ابيض يبقى اللي كان جوه صالفيت يبقى مع الصالفيت هدا ميت يلا يا دكتور الله علي الجدول دي ايه ده اللي انت عايزه بيقول لي شوزا دي جري اوف الكتريك كوندكتفتي ووريني التوصيل بتاع الاساتيك اسد انزا تيبل زين رايت الايونيك اكويشن وبعد كده اكتب لي الايونيك اكويشن بتاعت الاساتيك اسد مش فاهم معايا كوباية حاطت فيها شوات خل وحاطت فيهم شوات مية فكده الخل تركيزه قل فهو جايب في اول اكسبرمنت ليه الفيرس كان الكنسنتريشن بتاع الاساتيك اسد الخل بعد كده في نمبر تو بقى يعني الده له مية في التركيز قل فهو عايز شوف النور التجربة اللي هي بتاعت اللمبة اللمبة هيحصلها ايه لما يبقى الاساتيك اسد و لما الاساتيك اسد يبقى يعني التركيز يقل وعايز الايونيك اكويشن فبصراحة ربنا انا كاتب لك الانسر اهو لما يبقى 0.1 مولر في اول حالة يعني التركيز عالي شوية فهقوله ان الاساتيك اسد ويك الكترولايت بارشالي ايونيز يعني الالفا بتاعته هتبقى قليلة بريديوزز ويك لايت فالايونيزيشن هتبقى قليلة طب نمبر تو افتر ايدينج ووتر فالايونيزيشن الايونيزيشن التفكيك انكريز باي انكريزينج ووتر سوزالايت والالوميناشن والالفا انكريز باي ايديشن افووتر السبب ان الاساتيك اسد ويك الكترولايت عره يعني بارشالي ايونيزيشن سو باي اديشن الفووتر الايونيزيشن اللي هي الالفا انكريز اوكي صبح صبح هعمل حاج خليك جدع بيقول لي يا كينج اكسبريس باي بلانس الكيميكال اكويشن زى كالر اتشينج وين هيتينج نايتروجين دايكسايد جاز انا كلوز دي جلاس فيزل لو انت جبت كده جلاس جلاس تيوب كده او روند بوتوم جلاس وحاطت فيها نايتروجين دايكسايد فالاجابة بتاع المفتاح ده على طول نكتب الكويش 2-02 reversible reaction N2 O4 plus الهيت فبيقول لي اللون بيتغير لما بتعمل هيتينج المفتاح لازم اجيب سريت لوشاتيلي واجيب كلمة ازاي اقول له اه اكوردنج تو لوشاتيلي نمبر وان هو انوي انكريز التنبريتشر مش الهيت برا اه وانوي انكريز التنبريتشر يبقى راكشن شفت ايه باك يعني راكشن اف ان او انكريز بكوز الرياكشن از اكسو ولا اندو مش الهيت برا يبقى اكسو يبقى اكسو يبقى اكسو اكسو يبقى اكسو 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 عايز منك باكسو فلورس بار فايه ليه انت بتحط الكلام ده فبقولك كريولايت الفورمولا بتاعته نال في سيكس ان اي سري الف سيكس اي ال اف سيكس طب ودي فايداتها ليه بتدو بالطوب سولفنت للبوكسايت ازا نخام الالمونيوم اللي انا جابه من الجبل مش راد يدوب طب ومين هيخليه دوب كريولايت طب كده دابو لا اه دابو ساح وبقى مولتن عايز اطلع الالمونيوم فبخلي حاجة حطها تانية تقلل الملتنج اللي هي الفلورس بار سي اي هاندرد امتو ساوزان فورتي فايف لنين هندرد ففتي خلصانة مهمة اوي السؤال ده المصولة اللي هي كبر المشادي اللي انت حاطتها بيقولك ايه هميتها كده هنتكلم على ثلاث حاجات الشيب بتاع بتاع السولت بريتج يو شيب جلاس تيوب كوسا كتو اس او فور طب فايداتها او الامبورتنس بتعمل تعادل ما بين الاهلي الزمالك يعني طب ولو انت مش حاطتها هيحصل بتاع البوستف والنجاتف ايون هيجمعه هنا الزنك يزيد هنا في الزنك صلفيت والصلفيت هتزيد في الكبر صلفيت واذا بالبلا دي ايه فايدة السولت بريتج زي ما انا كاتبها لك جيو شيب ومليانة بالالكتروليتيك سابسا اللي هيك كوسا اللي هيك كيتو السقفور او الان ايه تو السقفور ما بتتفاعلش معها لكن هي بتعمل نيوترولايز وهلب الالكترونز تو موفروم او الانتو كاسود حبايب اللورة معايا ركز بيقول لي شو باي كيميكال اكوشن هاو تو اوبتين عايز ايه هو ايرن تو صلفيت من الايرن تو اكزيلات كوكو في ده الايرن تو اكزيلات هنعمل له هيتينج وبدي اغدغ للايه وايه وايه ف اي او و سي او سي او ثو خد الاف في اي او مش حوى عايز ما انه همة تايت ولا عايز منه ايه عايز ايرن تو صلفيت خد الاف في اوي ايه اللي هو Nossa 2 اكزيل بلاس الكتش 2 اص اamel دليوت ينفع وليه اللي بيشتغل مع الدليوت بلاقول ايرن يعني 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 فينفع مع الدليوت نرجع ثاني ف اي او بلاس الاتش وعلى السهم. ده اليوت. فيدينا ايرنتوس الفيت بلاص الوطر. هقوله تاني. هو عايز ايرنتوس الفيت من ايه? من ايرنتو اكزيلات. مهم ما اقول ايرنتو اكزيلات اسحل الاسئلة دي. ايرنتو اكزيلات. كوكو فيه. هيت. دينا كام? ف اي او. وسوسو. كربون مونو. وكربون داي اوكسايد. هناخد الف اي او. ولبسها ايتش تو اس او فور. في الف اي او مع الاشتو السوفور. يدينا. في السوفور مع مية ايرنتوصل فيه. تلعب. طب نفس السؤال هنا في نمبر بي. بيقول لي عايز ماجنيتك ايرن اوكسايد فرم ايرن ستري هيدروكسايد. هي الفورمولة بتاع الايرن ستري هيدروكسايد ايه? الف اي او اتش سري. اعمل لها هيت. هتنقص. افاف تو هندرد. لازم. يبقى الف اي او اتش سري وهيت و تو هندرد. لازم تكتب. ده غير البالانس. يديه هيميطايت ووتر. هو مش عايز هيميطايت. هو عايز ماجنيتايت او ماجنيتك ايرن اكسايد. خد ال هيميطايت الي بتاع. وعمل له ريداكشن بال- со230 ل300. هي طلع ف اي سري او افور. اه سوري هي طلع اك إيف في اي سري او افور مع السي اوتوه. اللي هو كان عايز هو اقول هتاني. هو عايز مجنيتك ايرن اوكسايد from iron 3 هيدروكسايد iron 3 هيدروكسايد 2 FeOH3 iron 3 هيدروكسايد heating above cam 200 هيماطايت 3 H2O خد الهيماطايت اللي تلع ده وعمل له الريضاكشن يبقى 3 هيماطايت يعني 3 Fe2O3 plus CO 200 30 300 يدينا 2 مجنيتايت 2 Fe3O4 plus السي او قلب لسي او تو اسلام ليه اسحى شوية بروبلم تقيلة شوية ركز معايا بالهانا والشيفة كده افهمها انا وانت روحنا السوق فالشنطة بتاعتنا اللي في السوق الشنطة دي فيها خياره طماطي هي بيور ولا ام بيور فهو الداني كده بالهانا والشيفة بيقول لي سيري جرام اف ام بيور كي او اتش يبقى العينة كده ام بيور اه متفقين يبقى هي مش صافية كي او اتش ده فيها كي او اتش وحاجات تانية الرقم ده نفض يعني خليه كده في اخر المسألة ما تتكلمش عليه الوقت خلاص ده سوة توتل ميس اركنه اس دي زولفت التلاتة جرام دوبتهم انا بقى في ميا انزل سيليوشن اس كومبليتد واعاد تزود ميا لغتمن السيليوشن بقى كله كام يبقى هو خدت تلاتة جرام من الملح يويتش ده ويوه ده وبهم في ميا بقى البطرمان 250 ميلي طب وبعدين هيشتغل مسألة تيتريشن من جديد خالص ايه في 20 ميلي من السيليوشن يبقى هو اخد كام منه 20 ميلي كده المسألة هتبتدي خالص مسألة الوحدة عشان كده حتى نعمل لك ده السلايد اسود 20 ميلي من السيليوشن نيوترالايز او تيتريتد مع 30 ميلي بوينت وان مولر من الهايدروكلوريك اسيد طب هو عايزي البرسنت بتاع كيويتش سيبك بقى من البرسنت انا شفت كلمة اسيد والقلاي ولا لأ وانا معلمك اسيد والقلاي يبقى تيتريشن وثلاث ارقام فيهم مول وليتر يعني كونسنتريشن وجنب الرقم في ميلي يعني فوليوم يبقى دي مسألة تيتريشن عدد هنكتب الاكويشن نعمل لها بالانس اتزي ما كده بكاتب اتشي سي ال مع كيويتش وعملت لها البالانس حظك حلو هي بالانس وان وان طب و بعدين اكتب وعوض في القانون م اي في اي على ن اي وم بي في بي على ن بي حظك حلو الان اي والان بي دوان ودوان عوضنا وشي كله حط الارقام طلعت نين الكونسنتريشن بتاع السيليوشن اللي هو انتم تلو خمسين ميلي ده كنت واخد منه الام بي الكونسنتريشن بتاع البيس اركنه كده فيه ترانجل قديم من الكونسنتريشن بقول ان الكونسنتريشن في الفوليوم هنضربهم في بعض هيطلع عن نمبر اوف مول يعني بعد ما انتكبت الكونسنتريشن اللي هي الام بي هعملها في الفوليوم اللي هي تو هندرد ففتي هيطلع عن نمبر اوف مول فيه تاكة هتغلطها التو هندرد ففتي دي ميلي يبقى لازم نحولها للليتر يعني بايتين باور ناكاتف سري فجده جبت النمبر اوف مول من الكيويتش في العلبة بعد ما جبت النمبر اوف مول من الكيويتش هتلماس بقى بتاع المادة بتاعت الكيويتش في الماس بتاعت الكيويتش هتساوي النمبر اوف مول اللي انت جيبتها في مول 빠�زي ما ي counties اللي هو مداني جاءسة في المساءلة جبت ماس ولا ما جبتش جبت الماس بتاعت الكيويتش أعملها على مولار ماس كله باوان هندرد فكده جبت البيส هقولها مرة تانية لان نتقيلها شوية وعنيفة. هي مسألة تيتريشن عادية. جبنا الكنسنتريشن بتاع البيز. بعد ما انا جبته اركينه. هتعملوا باي السي في الفي اللي انت جبتها دي ليه كونسنتريشن بتاع البيز. اعملها باي الفوليوم اللي هي 250. بس باي ثن باور نيجاتيف سريع عشان اقلبه للتر. جبت نمبر اف مول من الكي ويتش. النمبر اف دي. في المولر ماس بتاعت الكي ويتش اللي هي الفورتي. جبت ماس كي ويتش. الماس دي. اوبر المولر ماس اللي هي العينة كلها اللي هي الامبيرو التلاتة جرام في المية يطلع البرسنتيج. حد فيهم حاجة? ادعووا لي بقى. بالتوفيق ان شاء الله. وربنا يوفقكم. و جود باي.